وكأن المشهد يعيد نفسه مع فرق وحيد هو حلول سعد الدين العثماني لقيادة مشاورات تشكيل الحكومة بدل عبدالله بن كيران فيما ظلت الأحزاب جميعها متمسكة بمواقفها من المشاركة في التحالف الحكومي المرتقب أو الاستفاف في المعارضة مثل ما هو الحال لدى حزب الأصالة والمعاصرة في المقابل اليساريون والليبراليون والمحافظون عبروا عن استعدادهم للانضمام إلى الأغلبية الأمر الذي قد لا تقبل به الأمانة العامة لحزب الأعدالة والتنمية التي لن يستطيع رئيس الحكومة القفز على قراراتها الأيام القادمة ستشهد جولة من مفاوضات لا تبدو سهلة قد تكرس بقاء شبح الفشل مخيما على مهمة العثماني وقد تعرف انفراجا إن قدم الفرقاء السياسيون تنازلات تنهي أزمة حكومية لم يشهد المغرب مثيلا لها من قبل طبعا تغيرت المعطاية عند حزب الأعدالة والتنمية لا بد أن تغير المعطاية عند الفرقاء الآخرين وإلا لا معنى آراء المتتبعين للشأن السياسي تكاد ترجح أن حزب الاتحاد الاشتراكي هو المعنى بهذا التنازل بل الانسحاب أو هي دعوة أيضا للأحرار من أجل التخلي عن الدستوريين وفك التحالف معهم هذه المشاورات الأولية تم تمنعتها بمشاورات مجاملة فيما تتوقع أطراف سياسية حتى من داخل العدلة والتنمية بأن يلاقي رئيس الحكومة المعين صعوبات لا قبل له بها خصوصا عند بدء المفاوضات الحقيقية عبد الحي البقالي الحرة الرباط